كل مشاهدنا إذن يرتقب أن تستمر الأجواء الحارة في بخص المناطق الشمالية درجات حرارة شبه صيفية تبقى تعيش أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله إلى غاية نهاية الأسبوع على الأقل درجات حرارة تفوق المعدل الفصلي للأسف مع انعدام تساقط الأمطار في بخص أغلب المناطق الشمالية بحول الله خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا حسب النماذج الرقمية للرصد الجوبي إذن هذا الارتفاع في درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية راجع إلى هبوب رياح ضمن تيارة جنوبية لجنوبية شرقية عملت على استمرار في تسجيل درجات حرارة مرتفعة فيما يخصها المناطق الشمالية مع تسجيل درجات حرارة الدنيا مسجلة منخفضة إن شاء الله خلال الفترة المسائية والصباحية تقريبا فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على شمال الصحراء ومنطقة الوحاد هذا الرياح كذلك سمحت ب احتمال تساقط بعض القطرة من الأمطار خاصة فيما يخص السواحل الشرقية خلال الفترة الصباحية الأمطار خفيفة تماما مع تشكل دائما الضباب الكثيف فيما يخص أغلب السواحل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية وبالتالي الأجواء ستكون سقيعية خلال الصباح الباكر دائما فيما يخص أغلب المناطق الشمالية تحديدا بالولايات الداخلية مع هبوب رياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة يعني لغاية يوم الأربعاء على الأقل فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية بسرعة الرياح لن تتعدى حوالي 40 كم في الساعة فقط ستكون مرفوقة بتطاير بعض الزوابع الرملية على الولايات الجنوبية وفيما يخص مشاهدين درجات الحرارة الدنيا المسجلة بحول الله خلال مساء اليوم ستكون الأجواء باردة فيما يخص إذن مشريا عامة والبياد سنسلوا إن شاء الله في حدود تل درجات فقط فيما يخص كل من بوسعادة المسيلة كذلك باتنا خنشلة وقسنطينة صطيف أم البواقي وبورج بوعري ريج ستتروح إن شاء الله بين تل درجات إلى أربع درجات خلال مساء اليوم وكذلك خلال صباحة يوم الغد السواحل الوطنية تقارب العشر درجات بحول الله ستكون منخفض أبيتيزي بوزول بويرة المدية وكذلك البوليدة تقارب سبع درجات فقط خلال ليلة اليوم لاحظوا حتى فيما يخص إليتام رأس إليزي جونة غردايا زلفانة المنيعة كذلك ببشار الأجواء ستكون باردة خلال الفترة الليلية إذن خلال مساء اليوم سنسلوا في حدود تمن درجات فقط أما القصوى فتبقى مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية حتى خلال يوم الغد بحول الله إذن نبقى نسلوا في حدود 26 درجة للجزائر العاصمة كذلك بيتي بازا ستقارب بعنابة بجاية جيجل واسكي كذلك في حدود 25 درجة مرتفعة بوهران مستغانم وعينتيموشن تصل حتى 27 درجة 28 درجة بحول الله على معسكرة لمسان مغنية كذلك بشلف غليزان واسيدي بالعباس أما على سعيدة كذلك الجلفة تيارة رح نسلوا إن شاء الله في حدود خلال ظهيرة يوم الغد بحول الله في حدود 25 درجة منخفضة نوعا ما مقارنة بباقي المناطق الداخلية على النعام البيض ومشرية ستصل إلى حوالي 17 درجة أما على قلم الطرف والسقهراس كذلك بتبسة فالأجواء تبقى دائما أو درجات الحرارة مرتفعة خلال ظهيرة يوم الغد تصل إلى 26 درجة تحت الظل الولايات الجنوبية كعالمي قديس في حدود 35 درجة ببرجباجي مختار وإنجزام كذلك بأدرار تميوين وارغان بشار منخفضة كذلك بغرداء زلفانة المنيعة ستصل إلى 26 درجة وهذا كأدنى مقياس من خاصة الولايات الجنوبية على الوادي المغير توقورت سنصل إن شاء الله في حدود 32 درجة وإن صلاح ستنعمس في حدود 30 درجة خلال يوم الغد تقريبا نفسها درجات الحرارة القصوى لنبقى نصلها خلال الأيام القليلة المقبلة على الولايات الجنوبية أما توقعات حالة البحر فسيكون بإذن الله هادئ إلى قليل الاستراب رياح إن شاء الله لن تتعد سرعة 40 كم في الساعة خلال يوم الغد تقريبا على كافة السواحل الوطنية الرؤية متوسطة اتجاه الأمواج من غرب إلى شمال غربي وعلو الأمواج يتراوح بين أقل من المتر إلى المتر على أغلب السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية إن شاء الله إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوزية المرتقبة إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أحلام جزيلة شكر لك أنا أخوة طريقة على كل هذه ترجمة نانسي قنقر